يحدث انخفاض السكر في الدم عندما ينخفض مستوى الجولوكوس في الدم إلى ما دون 70 ميلي جرام لكل ديسليتر وبالرغم من أنه أكثر حدود لمرضى السكري الذين يتناولون الأنسلين لتقليل نسبة السكر في الدم إلا أنه قابل الحدود أيضا عند بعض الأشخاص الغير المصابين بذاء السكري وعند انخفاض نسبة السكر في الدم سنراحظ ظهور عدد من الأعراض وتختلف نسبة وضوحها باختلاف القيمة التي انخفض إليها السكر في الدم فعندما يكون انخفاض طففا تكون الأعراض خفيفة أما في حالة انخفاض متوسط والشديد فتكون الأعراض أكثر وضوحا وفي هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتعرف إياكم على أهم أسباب وأعراض انخفاض السكري عند الأشخاص الغير المصابين بذاء السكري من بيئة الأسباب الرئيسية لانخفاض نسبة السكري في الدم لذى الأشخاص الغير المصابين بالسكري وعدم التوازن في توقيت تناول واجبة الطعام وتكوينها حيث يمكن أن يؤدي تخطي واجبات الطعام أو ترك فترات طويلة بين الواجبات إلى انخفاض مستويات السكري في الدم وهذا الأمر يكون شائع خلال شهر رمضان الكريم أو عند الأفراد الذين يتبعون أنظمة غذائية سارمة أو الذين أنماط أكل غير منتظمة بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يؤدي تناول واجبات تفتقر إلى الكربوهيدرات الكافية أو منخفضة في المحتوى الكل للسعرات الحرارية إلى نقص السكر في الدم نقص السكر تفاعل في الدم يشير إلى انخفاض مستويات السكر في الدم بعد الساعات قليلة من تناول الطعام حتى عندما لا تكون مصابا بذاء السكري ويكون ذلك عادة خلال أربع ساعات بعد الأكل والسبب دقيق ليس واضحا لكنه غالبا ما يكون نتيجة إنتاج الجسم المفرد للأنسولين استجابة لتناول واجبة كبيرة غنية بالكربوهيدرات وهذا الفائد من الأنسولين يمكن أن يستمر حتى بعد الهضم ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الكلوكوس في الدم إلى ما دون المعدل الطبيعي تعد الأنشطة البدنية والتمارية الرياضية مفيدة بشكل عام لصحة الجسم لكن ومع ذلك فإن التمرير الرياضية الشديدة أو الطويلة دون تناول كيميا كافية من الكربوهيدرات يمكن أن تؤدي إلى نقص السكر في الدم حتى لدى الأشخاص الغير المصابين بالسكري فالجسم يحتاج إلى عمدات تابت من الكلوكوس للحصول على الطاقة وبدون توفير الطاقة المنسبة قبل وآتنى النشاط البدني يمكن أن تنخفض مستوية السكر في الدم يمكن أن تساعم بعض الحالات الطبية في انخفاض مستوية السكر في الدم لدى الأشخاص الغير المصابين بذاء السكري حيث يمكن أن يتسبب قصور الغد الكذرية وإي حالة لا تنتش في الغد الكذرية ما يكفي من الهرمونات في انخفاض مستوية السكر في الدم كما يمكن لأمراض الكبد مثل التهاب الكبد أو تليف الكبد أن تضعف قدرة الجسم على تخزين وإفراز الكلوكوس إما يؤدي إلى نقص السكر في الدم التوخ من الأعراض التي ترافق الكثير من المشاكل السحية لكن أبرز انخفاض سكر الدم وإذا كان الانخفاض شديدا يمكن أن يتسبب ذلك بذوخة شديدة لحد الإغماء كما يمكن لشخص الذي يتعرض لنوبة من خفاض السكر إلى الشعور بالنعاس والخمول والرغبة في النوم وذلك بسبب انخفاض طاقة الجسم إذا شعرت فجأة لسبب غير مفهوم بالجوع الشديد مع الإحساس بالذوخة فهذا دليل عن انخفاض نسبة السكر في الدم لأن السكر الكولوكوس هو المصدر الأساسي للطاقة في الجسم ونحصل على هذا السكر من غذائنا اليومي وبتوني يعجز الجسم على تأذية وظائفه بشكل متكامل لذا فإن حدوث انخفاض في السكر سيحفظ شعور بالجوع بشكل كبير وغير عادي أو كما يسميه البعض بالجوع المفترس حيث يجعل الشخص يتناول أي شيء من أجل أخذ السكر منها يؤاني غالبا الذي يصاب نوع من خفاض السكر الدم من رجفان الجسم ككل مما يعني صعوبة في الحركة وعدم اتزان الجسم وذلك نتيجة انخفاض الطاقة في الجسم بشكل كبير بسبب هبوط نسبة السكر عن الحد الطبيعي عندما ينخفض مصوى السكر في الدم بشكل حاد يمكن أن تظهر بعض الأعراض التي تشمل ارتباك وعدم الراحة هذه الأعراض تحدد نتيجة لعدم توفر السكر كما الزرطاقة كافي للتماغ فقد يشعر الشخص المصاب بانخفاض السكر الدم بالتشتث وصعوبة في التركيز وقد يكون عصبيا وغاضبا بدون سبب واضح تتضمن أعراض انخفاض السكر في الدم المعاناة من تسارع ضربات القلب أو عدم انتظامها والذي يتم لاحظته من خلال الشعور بخفقان في القلب ويعد هذا العرض أيضا من الأعراض التي تحدث نتيجة لارتباط انخفاض السكر في الدم بزيادة مستوى هرمول أندريلانين في الدم فعندما تنخفض مستوى السكر في الدم سيؤدي ذلك إلى إفراز كل من هرمول أندريلانين والكورتيزول رائحة تعرق واضحة ينتج ذلك ارتفاع مستوى الأندريلانين في الجسم عند انخفاض السكر الدم فالأندريلانين يعاكس عمل أنسولين ويعمل تحليل الجلوكوجين الذي وجد في الكبد وذلك بمحاولة من الجسم لرفع نسبة السكر في الدم ومن أعراض ارتفاع الأندريلانين زيادة نسبة تعرق للمعتاد لذا فعند انخفاض السكر الدم سنناحي زيادة تعرق سكر الكوروكوس هو الغذاء الأول والأهم لانخلايا الدماغية لذا فإن انخفاض نسبة السكر في الدم يعني عدم حصول الخلايا في الدماغ لاحاجيتها الكافية من السكر فيسبب ذلك حدود حالة من الصدع تختلف ما بين أوجع خفيفة إلى شديدة حسب نسبة الانخفاض الحاصلة عندما يكون الانخفاض شديدا فقد لا يتحمل جسم ذلك ويكون غير قادرا على السيطرة على ذلك الهبوط فيحصل حالة من فقدان الوعية ويحالة خطرة تتطن بالإسعاف الفوري